صار بدها اكلة تعاتيل تعاتيل حورانية على الاصول ان شاء الله تعالى اكلة حورانية قديمة جدا بس بمنطقة حوران جنوب سوريا وشمال الاردن هاي اكلة التعاتيل اكل حورانية بامتياز وفريد من نوحة بالعالم اليوم راح نشوفها بطريقة كثير سهلة وطبيعية وعالطبيعة بره بالحاكوران راح نعملها بدون يعني مقادير معينة مشان ما نتقيد بدنا نعملها يعني متما قولوا يعني هيل بلت هيل مشان نعملها بطريقة القديمة بس احبتي شجعونا الله يرضى عليكم حطونا لايك ومشاركة مشان نتشجع ومشان ندور عشرات القديمة والتاريخية والتراثية نتغنى فيها تراث اجدادنا بعد الفاصل باذن الله راجعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشان نعمل طبخة التعاتيل او الجعدة طبعا بدنا نبتين مع بعضا هنه نبتة الجعدة ونبتة اللوف هذو المكونات الاساسي كان يطلعن بالسهول والوديان منطقة حوران جنوب سوريا محافظة الدرع تقريبا وشمال الاردن اربد وعجلون كانت تطلع بكثرة هاي النبتة بس حاليا موجودة عند العبطارين فاحنا جبنا شكة هاي اربعمائة غرام تقريبا اقل من نسقيله بشوي هي يعني جعدة ولوف يعني من جففات الجعدة غير اللوف كل واحد من نبتة لحال هاي هنه بنحطون بطاسم شان نغليهن لانه فيها شوية مرارة هاي النبتة بنغليهن المي بنغليهن غلوة غلوتين تا يعني اه منشيل ميتة عن خالص يعني عنمط الملوخية شون متعامل مع الملوخية نفس الشي منشيل ميتة منكوبها فيها مرارة يعني بنخلي بس النبتة معبنى ميتها منكوبها برا منصفيهن ومنفرومهن هاي نبتة الجعدة واللوف الله هنه بنفرومهن عن نعم بعد ما غلينا هنه الاي اول يعني خطوة كانوا قولو عرق جعدة و عرق لوف اطيم مليية خاروث كان نسوان حوران زمان وهن يطبخنها يتغنن فيها يقول إن عرق جعدة و عرق لوف اطيم مليية خاروث بنفروم الجعدة واللوف جعدة واللوف غاب غاب احسن مليية خاروث بنضيف عليهم بصل الاخضر بصل الاخضار. الناعم وكما منفرموه. ومنضيفه على الجعدة واللوف. الجعدة غير اللوف طبعا. اكل قديمة طبعا هاي تميز فيها محافظة الدرعة. اه منطقة حوران طبعا درعة وسويدة ولقنيطرة. وشمال الاردن اربد ولواء الكورة ومنطقة عجلون. هاي كلها كمان يعني مع حوران كانت. يطبخوا الاكل معروفة لليوم. خاصة باهل درعة البلد. مدينة درعة البلد. لليوم بطبخوها يعني كلها كم يوم. بشهر مرة او مرتين. اكلة التعاتيل او لمتعتل. اكل قديمة وبس منطقة حوران متميزة بالعالم. منضيف لها بيض طبعا. منضيف خمس بيضات مشان نعمل اكلة لخمس ست اشخاص. العيلة صغيرة منضيف لها البيض. على المتعتل. اه جعدة وعلى اللوف وعلى البصل الخضر. طبعا هون لا ننسى الملح بنملح به المرحلة هاي. منملحها شوي. منملح كمان اللبنات بس نعملها. مشان ما ننسى الملح. بدنا ننزل طحين اول باول مشان تثماسك. بدنا نتعتلها يعني ملح على شكل يعني كرات او يعني حبات كبيرة. منضيف لها طبعا طحين مشان تثماسك. بدنا ننزلها يعني مرحلة ثانية. مرقة اللبن يعني او باللبن السائل. كمان بدها عدس. هون عم نغلي العدس. لو انه شويس البخار مغطي على الصورة هاي عدس. بدها طبعا مكون العدس. فاحنا بنغلي العدس. وبناخذ الحب تبعه ما بدنا مويته. بنغلينا كمان ستميتين غرام ستميت غرام حسب. الله يعني ما يسر لنا. بنيجي مرحلة الثالثة اللي هي اللبن. او يعني شربة اللبن او الملاحة مثل ما بسميها. اه هاي نفس نمط الملاحة. نجيب لبن. كيلو مثلا. بنحلو بشوية مي. اللبنات بنحلو بشوية مي. وبنحطها اه على النار. مبلش نغلي فيها. مضل الحرك فيها تايغلن. اللبنات. بنحرك بالمي واللبن تايغلن. وبنحطن بالطاسة. الطاسة الطبخ طبعا يعني طبخناها برا بالطبيعة بالحواكير. اشان تكون طبيعية تراثية هاي هي حلينا اللبن بمي بعدين كبتلناهن الخلطة اللي مناها وبعدين نزلنا عليهان شو العدس نضيف العدس وطبعا منها نظل نحرك بشي ما تفرط مرقة اللبن بالظل بالظل هي تا تستوي يعني بدها لا يقل عن مصساعة لا يقل نتأكد منها عدتا لصغار الأطفال ولا تفاجعوا فيها يعني اندهشوا بنكهتها طلعت أكلة طيبة يعني ومغذية حبوها الأولاد هاي هون تقريبا جاهزة صارت أكلة التعاتي الحورانية صارت جاهزة راح نشيلها عن النار ونقدمها يعني جاهز للتقديم هذا هي شناها هاي أكلة التعاتي الحورانية يعني بس بتتميز فيها منطقة حوران الطبيعية أكل شتوية ويعني الأكلات الثقيلة والقديمة جدا يا ليش لأنه بتعتمد على نباتات زمان تطلع بالطبيعة الحورانية بالبيئة بالوديان وكمان يعني البيض والطحين اللي يجب من القمح الحوراني فهي أكل قديمة جدا وصحتين وألف حافية أحبتي لا تنسونا من دعم والاشتراك وتفعيل الجرس ودومتم بألف خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته